الكثير من الأنميات والأفلام يصير لها ألعاب لكن القليل منكم يعرف أن في ألعاب مشهورة صار لها أنميات لذلك في هذا الفيديو اليوم رح نعدد لكم ألعاب مشهورة صار لها أنمي جامد وأول لعبة معنا هي Devil May Cry طبعاً كلنا نعرف سلسلة Devil May Cry الشهيرة وبطالها الرهيب دانتي واللي ما يعرفها هي عبارة عن لعبة هاك ان سلاش بنظام سريع والقصة بشكل بسيط عبارة عن شخص قاتل الشياطين اسمه دانتي وطبعاً القصة بتطور وبتصير أحداث كثير وشخصيات جديدة بعد والعمل هذا صار له أنمي في 2007 وأحداثها تقى بين الجزء الأول والثاني يعني قصة جديدة خاصة للأنمي ومميز أنها رجعت شخصية ليدي لأن الأول ظهور لها كان في Devil May Cry 3 وذاك قصته قبل أحداث الجزء الأول الأنمي كان من إنتاج الستيديو العظيم مادهاوس اللي أنتج ريميك هنتر هنتر ومسلسل الملاكم إبو وكان مكون من 12 حلقة سلسلة Final Fantasy أشهر من نار على علم وصدر منها أجزاء كثيرة جداً وكل جزء يكون فيه قصة جديدة مختلفة عن اللي قبل وشخصيات جديدة وصدر له أنميين الأول بإسم Final Fantasy Legend of the Crystal والثاني Final Fantasy Unlimited وصدر أيضاً حلقات وأفلام قصيرة تكون تابعة لأجزاء Final Fantasy المشهورة مثل Final Fantasy 7 و Final Fantasy 15 Legend of Crystal كان عبارة عن أنمي مغامرة أبطالها ولد وبنت صغار ورحلتهم في البحث عن الكريستالات والمميز فيه كان الإخراج الحركي والإبداع في الرسم والقصة تكون مكملة لأحداث لعبة Final Fantasy 5 وكان من إنتاج ستوديو مادهاوس وصدر في سنة 1994 ومكون من أربع حلقات بس أما Final Fantasy Unlimited فهو إنمي ما فيه أي علاقة تربطه مع Final Fantasy فقط الاسم ووجود شخصية الشوكوبو فيه وشخص اسمه سيد لأن كل أعمال Final Fantasy لازم يكون فيها شخص اسمه سيد قصة الإنمي فيها نوع من الغرابة والكوميدية وفيها أيضاً فكرة قريبة من فكرة أبطال الديجتال أن التوعم أخ وإختي بحثون عن أهاليهم المختفين ودخلوا صدفة إلى عالم جديد الأنمي صدر في سنة 2001 من ستدي جونزو وكان 25 حلقة سلسلة فاير امبلوم الشهيرة هي عبارة عن ألعاب فيها قصص عظيمة وحروب تصير فيها ونوع اللعبة استراتيجي قتالي واللي يميز السلسلة قصصها والشخصيات اللي فيها أبطال مثل البطل مارث اللي كانت واجد فيه أكثر من جزء للعبة وهو اللي بدأ السلسلة ويمكن آخر جزء صدر فاير امبلوم ثري هاوسز هو الجزء اللي تفرد فيه بقصة جديدة وشخصيات أيضاً وصدر الأنمي لهذه السلسلة في سنة 1996 وكان مبني على قصة لعبة فاير امبلوم واسم الأنمي كان فاير امبلوم ميستري اوف دي امبلوم وكان مكون من حلقتين بس طبعاً سواء إذا كنت تبتتابع الأنميات أو حتى تلعب أونلين بتحتاج إلى نت سريع وما يقطع وتقدر تعتمد عليه طيب خلونا نقول لكم أنه فيه مزود خدمة يعطيك باقات 5G مع اشتراكات لمدى الحياة لخدمتين الأو اس ان ستريمينج والجي فورس ناو كل هذه الأشياء بتجي مع باقات 5G المنزلية من زين صراحة العرض ما يتفوت والآن خلونا نرجع للعبتنا الرابعة سلسلة نينجا قايدن اشتهرت بأنها تعتبر من أصعب الألعاب في التاريخ وتكلم عن الثلاثية الأولى اللي ظهرت على جهاز النينتندو وبعدها صار لها ريبوت مع ريميك ونزلت منها أيضاً ثلاثية جديدة وصدر لها فيلم انيمي قصير في عام 1991 باسم نينجا ريو كندن واحداثها كانت بعد الجزء الثاني الكلاسيكي من إنتاج استوديو جونيو لعبة زون اف دي اندرز اللعبة هذه لما صدرت في الأسواق كانت عنوان جديد وما احد يعرف شيء فيها لكن في سببين خلوا الناس تشتريها وهم من منتج اللعبة كانوا الأسطورة هديو كوجيما واللي آخر لعبة صدرها كانت متل جير سوليد على البلاي ستيشن فلكم تتخيلون كيف كان حماس الناس لما شافوا اسمه على غلاف اللعبة والسبب الثاني اللي خلاني أنا شخصياً والناس كثير يشترون اللعبة هو أنه كان موجود فيها ديسك إضافي يكون فيه ديمو لعبة مثل جير سوليد 2 المنتظرة طبعاً وقتها ما كان فيه متجر رقمي تحمل الديمو منه والطرق كانت من مجلات كميوتر أو مدمجة مع اللعبة وطبعاً لعبة زون اف دي اندرس كانت لعبة ممتازة جداً ونانت عجاب الجمهور واللعبة كانت فكرتها حرب آليين في الفضاء مع قصة ممتازة وصدرت لها عملين إنمي الأول هو عبارة عن فيلم قصير باسم زون اف دي اندرس آيتلو والثاني مسلسل مكون من 26 حلقة باسم زون اف دي اندرس دولوريس وكلهم أحداثهم في القصة تكون قبل أحداث اللعبة وكانت من إنتاج الستيديو الشهير سان رايز اللي أنتج سلسلة غاندم وقنتما سلسلة هيلو تعتبر من أفضل الألعاب التصويب في التاريخ وهي أيضاً كانت السبب الرئيسي في بيع جهاز الإكس بوكس الأسود الأصلي وقت دخول مايكروسوفت إلى سوق الألعاب واللعبة قدمت قصة ممتازة وأهم عنصر أنها مكنت من اللاعبين اللعب عبر الشبكة ضد بعض وهذا أشهر شيء كان في السلسلة وطبعاً مايكروسوفت استمرت في إصدارات اللعبة والآن إحنا ننتظر إصدار الجزء الجديد هيلو إنفينيت واللي راح يكون بعالم مفتوح وصدر لها أنيمي في 2010 وهو عبارة عن سبع حلقات مختلفة من إنتاج استيديوات مختلفة مثل استيديو آي جي واللي عطانا هايكو كوروكو نو باسكت وأيضا استيديو توي أنيميشن اللي عطانا عمال مثل وون بيس و دراغون بول وهذه كانت الألعاب اللي صار لها أنيميات اكتبوا رأيكم تحت في التعليقات وقلوا لنا هل فيه إنميات مذكرناها؟